اخوتي اخوتي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دائما هاد راحيم قناة الجارية العربية اليوم في هذه الحلقة سنتكلم عن واحد الموضوع المهم اللي تكلمنا اسبق وتكلمنا عليه من اللي كان في الطور التجريبي ولكن حاليا رسميا ابدأ التطبيق دياله اللي هو المشروع بوليس يعني هشنا هو هاد بوليس هو واحد الخدمات اللي غادي تقدمهم البوستر يعني الباريد في مكاتب الباريد ما بقيتوش غادي تبقاوا تاخدوا الصف في كل الادارات العامة الخاصة بتاع الدولة ما غاديش تبقاوا تاخدوا الصف يعني وهاد الخدمات راح اصبحت متاحة للمواطنين 24 ساعة على 24 ساعة وهنا راح تم يعني الفينانسيامينتو ديال هاد المشروع من الاتحاد الاوروبي يعني من الفلوس ديال وهنا راح مبالغ مهمة اللي تم الصرف ديالها على اساس ان تقريب الادارة من المواطنين وكذلك من اجل الرقمانة وكما سبقت قلت لكم في الحلقات السابقة راح ايطاليا تتحول رقميا راح حاليا اصبحوا حاجات مهمة مزيانة هاد المشروع ديال بوليس اشنا هو اشنا هما الاوراق اللي عندك الحق انك تقدمهم دابة في الباريد واش بدأ ولا مازال وفين يعني مجموعة من الاسئلة اللي غادي نجاوبكم عليها في هاد الحلقة اذا ما تمشوش بعيد بعد الفاصل سنواصل اول حاجة الناس اللي مازال مشتركوش في قناة الجانية العربية عبد الرحيم مشترك باش وصلك دائما جديد اخبار ايطاليا واوروبا والعالم هاد المشروع البروجيتو بوليس يعني تتكلف به الدولة ولكن مشكلة غايت تبقوه هو عن طريق مكاتب الباريد في كل الموضة الايطالية لكن مبدئيا راح حاطينو على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى غادي تبدأ غير على الكمونة اللي اقل من خمسالاف ناسامة يعني كل البلديات اللي عندهم اقل من خمسالاف ناسامة راح بداء فيه حاليا وراخرج المرسوم التفصيدي ديالهم اما الكمونية يعني المرحلة التانية وراه باقي يالله غادي يبدأوا فيه اللي هما الكمونية اللي اقل من خمستاشر الف ناسامة وفي المرحلة الاخيرة غا يكون كل الكمونية لأكتر من خمستاشر الف ناسامة علاش هما داروا في الاول اللي اقل من خمسالاف ناسامة قال لك بأن هذوك المدن صغيرة الأغلبية ديالهم إلا بغي يقضي أي حاجة خاصه يمشي ينتقل يعني ياخد طريق 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر ولا 50 باش أنه يقضي واحد الورقة دياله بحال مثلاً حنا عدنا هنا خاصك يمشي 30 كيلومتر باش تبع مثلاً جواز سافار ديالك في الكويستورة في فيتارب حالياً مازال ما بداش تطبيق دياله مثلاً ككومونيتش في تغسل لنا لأنه فيها 15 رائل في النسمة ولكن في الكومونيتش الصغيرة راح بدأوا وبعض الخدمات ماشي كل شي لأنهم هما دابا غايب دوا تلت شهر الأولى كتجريبي باش يشوفوا كيفاش هاد الخدمات إذن أشنا هما هاد الخدمات واشنا هي الطريقة ديال تقديم الطالب إلا بغي تتاخذ أي حاجة أول حاجة المكاتب البارد راح هذا بتتجهز غادي يكونوا خمس طرق خمس طرق بس أنك تقدم لهاد الأوراق اللي غادي نشرح لكم دابا وهنا راح مجموعة الأشياء مهمة خذكم تعرفوا لأن غادي توفر عليكم وعليهم وعلى الدولة قالوا بأنه غادي توفر الوقت على المواطنين كذلك غادي تقرب المسافات للمواطنين غادي تنقص من حركة السير غادي تساعد البيئة على أنه تنقص من تلوت لأن أي واحد بغاية تنقل خذ يمشي بالسيارة ذا بغاية ينقصه أشياء كثيرة يعني مشروع مهم إذن إلا بغاية تتخذي هذه الأوراق ديالك يأما تمشي المكاتب البريد يعني في سبورتالو هنا سموه سبورتالو أونيكو المكتب الواحد بحل ما كانوا يناقلتوا الناس من يتقدموا البرميس والسجورن تتمشو ذاك سبورتالو أميكو دابللق ما بقاش سبورتالو أميكو ستلقاه سبورتالو أونيكو أس أو يعني سبورتالو أونيكو أو عن طريق التوتم أشنا هو التوتم؟ هو هذيك الشاشة لما يستدخلوا لمكتب البريد تتلقاه أمام ديالك تم ما تمشيه وتطلب الراسك إذا ما عرفتش رغض يحطه دائمًا واحد الشخص اللي يقدر يساعد الناس اللي ما عرفش الآن الحاجة الثالثة حاطين واحد الأتيام يعني بحال واحد البانكومات تكون برا يعني ولو أن المكاتب البريد يصدق مع الوحدة ولا مع الجوج لا برا تتمشي تتلقاه ما ذاك اللي بحال البانكومات وما خاص على أساس أنه غالي تسحب منه الفلوس وفي نفس الوقت غالي تطلب منه الأوراق اللي بغيتي إضافة إلى هذا رابعا كين الكيل ساونتر يعني تتعيط هذا الرقم الأخضر وتطلب المعلومة وهنا هذه أشد تعقيدا لماذا؟ لأنه غالي تطلب منك الاسم ديالك والمعلومات والكوزشي فسكالي يعني شوية غالي تكون أنا في النظرية هذه أصعب شيء وأسهل شيء في الموضوع هو عن طريق الواب يعني غالي تدخل للموقع كما دا بتنوري لكم ونشرح لكم غالي تدخل للموقع ديال بوست إيطالياني بروجيتو بوليس ورغا نخلي لكم الرابط ديال هنا اللي بغي يدخل ويشوف يعني دا بغير معلومات واللي بغي يدخل ره تيدخل دائما عن طريق سبيد لأي حاجة من هاد الخدمات وعليش قلت لكم دائما راه غالي أشياء كثيرة ستتغير دائما تبعونا في الحلقة ديالقناة الجرية العربية واتلقوا دائما الجديد في هذا الموضوع إذن إيشنا هما الأوراق اللي غالي نقدر نقدم أنا في هاتس بورتال لأونيكو في كل الطرق اللي إشرحت لكم سواء أولاين وسواء في مكاتب بارد أو سواء برف هذك المكاتب ديالبانكوما أول حاجة يعني بغي يدخل ريكورسو مثل أي استيتوتو كأمينستراتور دي سوستانيو عندك الحق أنك تدير دابا ورح دابا ديجا ديجا دابا راخد دم في هاد الموضوع اللي بغي يدير واحد راندي كونتو ديالستادو باتريموني يعني يعني هاد حتى هو ديجا ديجا راه مفتوح كين الترتيفيكاتو ديال كازيلار جوديسياريو كنتو قبل إلا بغي تاخد هاد الكازيلار جوديسياريو الناس اللي بغي يدفعون الكارتة سجور كنتو دائما خاصك تمشي عند واحد لاجونس ولا تمشي بنفسك المحكامة لا دابا حاليا أصبح في مكاتب بارد وهنا كما قلت لكم رأي الله بدأوا لبت التجريب يرى ممكن إلا مشيتوا المكاتب بارد هيقول كود دي تقدرش مكاتب غي يقنوئيه باديد وكين مكاتب أخرى ما زال لأن خاصة تجهيزات واشياء ماشي سهلة إذن هنا سنمر أشنا هما الحاجات الأخرى كدوكومنتي لدى انتزام أول حاجة الركيز باسابورتو يعني اللي بغي يطلب جوى السفر تنتكلمو هنا على الإيطاليين يعني أي واحد إيطالي سواء اللي ولا اللي ولده سواء بغي تدير بريما ركيز يالله أول مرة ولا بغي يدير رينوفو هنا ستتمشي المكاتب البارد وتما تطلب ولا أولاين ولا كل شي اللي ذكرنا من قبل وحتى هو ما زال يالله بالتجريبي اللي بغي يطلب لركيز هذه الكارتة إذن تيتا إليترونيكا هات جديدة ما بقيتش تحتاج تمشي الكومونة ولا تمشي تفقش الصف هنا الكومونة ما تقعوش تشوفوها تقدروا يعني يالله تزايد عندك الوليد كان قبل خاص تمشي إليه ما تصوبو في هذا السبيطار اللي كنت انتهى فيه ولا خاص تمشي لجنسية تراضي إذا بل تقدر تطلب حتى من البوسطة من المكاتب البارد لبريمو كود يعني هذي مهمة كذلك تطلب لا ريكيز ديال لا رياميسيوني ولا دوبليكادو ديال كارتا نسيونالي سيرويسي تسيرا سانيتاريا كود شيفيسكالي يعني كل المعلومة تسيرا تطلب دوبليكادو كود شيفيسكالي كذلك يعني أشياء كثيرة مهمة كذلك تطلب لركياس ديال البتانتي دوبليكادو ديال البتانتي إلي ودرته تتمشي تماما كنتو قبل تتمشي عند لاشي ولا تتمشي عند موتوريزازيوني دابا تتمشي تطلب حتى ركياس ديال دوبليكاد ديال البتانتي ديال بيرمي وهنا ردو بالكم أنا ما قلش وما قلوش حتى هما الرينوفو ديال البتانتي قال لك الدوبليكاد يعني إلا وضرتي البيرمي ديالك تتمشي المكاتب بارد وتطلب الدوبليكاد أما الرينوفو ره غادي يكون ولكن إن شاء الله شوية بشوية إذن هنا تنجي أشنو الخانة الثانية ديال الاناغرافيش يعني هنا هذي ره ديجا ديسبوني بالدابة في المكاتب اللي بغي يطلبها إلا بغي يطلب دبا الاناغرافيكو ديال الناشطة يعني شاهدت الميلاد سواء هنا تنتكلم دائما قين بعد الأوراق رخاص صغير للإيطاليين ماشي للأجانب وكيد أوراق أخرى اللي يقدر يطلبوا واحدة الأجانب بحل كازيلار الجوديسيار هذا طلب أي واحد عنده برميس اللي بغي يدفع الكارتة ره يطلبها لاناغرافيكو ديال ناشطة هذا بنسبة ولو تكون أجنبي لكل وليدات ديال كزيدين هنا ومسجلين هنا ايا عندك الحق لاناغرافيكو ديال ديال شيطة دينانسا يعني هذو كلهم من اللي تتمشي بعض مرات تبغي تدفع سواء الكوستورا ولا تدفع مجموعة من الإدارات يطلبوا منك هذه المعلومات تقول كودي يجيب الاناغرافيكو دينانسا يعني الاناغرافيكو منين ولا الاناغرافيكو يعني شهادة الحياة ولا الاناغرافيكو ريزيدانسا ولا اشوف هنا حتى الاناغرافيكو هما هي ريزيدانسا اير هما دوك الإيطاليين اللي مقيمين خارج إيطاليا يعني أصبحوا تطلبوا واحدة من البوسطة من البارد إذا تقدر دخل أولاين وتجب ذا كذلك الستاذو شيفين الحالة المدني ديالك واش مزوج ولا عازب ولا هذا كذلك الستاذو دي فاميليا كذلك تطلب حتى ريزيدانسا وهادو ديجا كينين وتدرب حتى الستاذو دي فاميليا ديال الناس اللي مقيمين خارج إيطاليا الإيطاليين المقيمين وحتى الستاذو دي فاميليا ديالهم وهنا الستاذو فاميليا كون رابورت دي بارنتالا يعني هنا تطلب هالقنصليات مثلا من تتبغي وتمشو تسجلو شيل الولد ديال لكم في القنصليات إذا تطلبو لكم واحد الستاذو فاميليا ولا تسجلو رابورت دي بارنتالا يعني تكتبو في الأم والأم باترنيتا الماترنيتا وواش هذا الابديك ووالأم ديال كذلك الستاذو بأنك انت ركعازيب شهادة العسوبة وكين انا غرافكو دي وانتراتو دي كون فينسا حتى اللي بغي يأخذ يعني هذو كلهم دابرهم دي جا دي سبونيبل كما تشوفون ركاتبين بأنا دي جذب الترتيفيكات بريفيدنسيالي يعني هذو حتى هما جا دي سبونيبل هذا واحد الموضل أوبيس يعني دي الناس اللي عنده البنسيوني ولوغا يدير لأن دي البنسيوني خاص يدير واحد لجورنامين تحت هما كالتش دولينو دي البنسيوني حتى هو تطلب من هنا حتى الترتيفيكات سيونيكة دي الناس بيرو اغير دي الناس اللي عندهم بنسيوني واللي بغا يعرف ويتير يشارج هذو الترتيفيكات سيونيك دي له ران اسمقت ودرت حلقة فالموضوع اللي بغا يدخل كين موقع تاني تدخل وتاخد بنفسك هنا كين السيرفيزي على الريجوني يعني هنا إلا بغا تبرنو تحت الكوب لونيكو رجوني يعني إلا بغا تبرنو تحت اللي فيزي تمي ذك إلا بغا تدير حتى دو اللي فيزي تمو قشي تمشي تلك الكوب الاسبيطار والله وتاخد صف رأ أصبح كل شي تدير غير من من البوسطة هذا باقي نوني انقراتي في طور تجريب كذلك تدير واحد لوطو ديكراتي ديال السنسيوني بالريدي كنت سأد بات تمشي اللازل وكين الزحام دي بشار تلات غا يكون هذا التجديد هنا رطلب غير من البوسطة تحت هي نفس شي بأن كنت مخدام شو لدي جي باش تاخد السنسيوني الريدي هنا رأى هذوك الكازالينغي النساء اللي في المنازل رأى دابا كين اللي بغاي يخلصوا 25 سنويا وحتى هم تتسجلوا يعني في الليمبس قانونيا باش من ياخذوا البنسيوني ديالهم تحسب لهم واحد الإضافات مشيش حاجة كتير ولكن تحسب لهم بأن هم حتى هم كانوا مسجلين وقانوني وممكن تكون في قادم السنوات تكون حدم شيء إيجابيات أخرى مهمة كذلك اللي بغاي يقدم حتى لزونير ولا لإعفاء من كانون ذا الرأي إلا كان عنده الحق وكذلك يعني هنا ماشي ديال القويدة هنا ديال نوتيكا يعني الناس اللي بغاي يسوق هذوك السفن الصغيرة أو البهر حتى هما الريلاش والرينوف الاتنين ما عرفش عنش ما دير الابتان تذي ويدا العادي هنا كذلك مازال يعني هاتش شو نقول ده بغير الله يبدو وشوية بشوية غير يبدو ويبدو أن ده حاليا كما قلت لكم بدو على أساس فوكري ذا علش لكموني بي و بي كولي يعني الكموني ده 70% غير يبدو الكموني اللي أقل يعني ما بين 5000 وقل من 15000 نسمة وهنا إن شاء الله راه كين جديد غادي ضيفو أشياء أخرى في هات البروجيت توليس ولعقلتو وراء ده غادي نوريكم الحلقة وتشوفوها راكن تكلمتو شرحتو شرح مفصل في ذاق الوقت وكانوا يلا أعطوه الأوكي عليه ولكن قلنا نسنا التطبيق ديالو أعرفش أي حاجة معليه إليس أنه ويكتب لينا في قناة الجليل العربية وإن شاء الله بإذن الله راه نحاول نجاوبكم وراء نحاول نجتهد الإخوة اللي ما زال ما جاوبتهم إن شاء الله غير شوية صباح راه نجاوبكم الجميع بإذن الله وما تنسوناش بالضغط على الاشتراك وبرتاجوا الفيديو مع الإخوان الأخوات ديالكم باش تعمل فائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة